قانون المالية لسنة 2023 أرقى متوقعات وزيادة في الأجور السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فضلا وليس أمرا اشترك في القناة واضغط على زر الجرس وهذا ليصلكم كل جديد صرح وزير المالية كسالي أن نص القانون يكرس نمطا جديدا لحكومة المالية العمومية قائما على أساس ميزانية البرامج والأهداف مذكرا أن الدولة واصلت برغم السياق الدولي الصعب عملية الإنعاش الاقتصادي بتعزيز النمو وتكريس الاقتصاد مستدام يخلق الطروة ومناصب الشغل وأوضح أن سنة 2023 ستعرف مواصلة جهود وإجراءات اتخذت خلال السنة الجارية للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين ودعمهما من خلال مراجعة الشبكة الاستدلالية للأجور ورفع منحة البطالة وعلاوة على تعزيز برنامج الاستثمار العمومي والخاص وتعزيزه لضمان النمو الشامل وبخصوص الزيادة في ميزانية تسير ينص مشروع القانون على تخصيص 3037.41 مليار دينار للتكفل بنفقات رفع أجور الموظفين التابعين للإدارة المركزية والخدمات المركزية 23.55% مقدرة أو مقارنة بسنة 2022 ويفسر هذا الارتفاع أساسا بارتفاع الأطر المالي الناتج عن التكفل بتعديل الشبكة الاستدلالية للرواتب ونظم الأجور الموظفين الذي أدرج في أفرين 2022 وعن التكفل بالأطر المالي لدمج المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني وتحويل عقود نشاطات الإدماج الاجتماعي إلى عقود غير محددة المدة ترجمة نانسي قنقر